ما حكم الصيام رجب أخي الفاضل بالنسبة لشهر رجب لم يشرع لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام لا سيما الأربع الخلفة لا إما الحنفة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لا إما المتبعين كلهم ينكرون الصيام في رجب فليس لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول التابعين من كبار التابعين ولا في قول إما المتبوعين بل إنهم يعدون الصيام في رجب من البدع فمن تقصد صيام رجب ولم يكن له عادة سابقة فإنه قد ابتدع وكان عمر رضي الله عنه من أشد الناس في هذا حتى إنه كان يأتي إلى هؤلاء المترجبين الذين يصمون في رجب فيضرب أيديهم ويضعها في الطعام ويقول لهم كلوا وأفطروا وكانت الجاهلية يعظمون شهر رجب وكان فيه جملة من الطقوس وجملة من العبادات وجملة من الخرافات ما بين الصيام وذبائح وما بين عبادات وطقوس ومعينة كل هذه نفاها الإسلام ورفضها ومنع لم يشرع في شهر رجب شيء من هذه العبادات أبدا ولذلك للأسف الشديد الآن الناس يتركون صيام شعبان السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصومون رجب يا للأسف يا للأسف سبحان الله البدع كيف يعني يجعلها الشيطان لذيذة في قلوب بعض الناس ومحببة إلى الناس ويتركون السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صام شعبان كله حتى تقول عائشة ما استكمل النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر بعد رمضان مثل شعبان مثل شعبان كان يصوم كله أو أغلبه عليه الصلاة والسلام أما رجب فما كان يصومه وما دعا إليه وما سن الصيام فيه وما سن أي عبادة فيه فيا أخواني ويا أخواتي عليكم بالسنة فإن الخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداء فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فيجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم والمتابعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ويترك أما إذا كان شخص له عادة يعني رجل أو امرأ يصومون الاثنين والخميس كل شهر يصومون فيه رجب ما فيه مشكل شخص رجل أو امرأ يصومون ما شاء الله الأيام البيض كل شهر ما فيه بأس إذا كان لهم عادة أما واحد ما عنده أسرى نية الصيام وليصوم لكن لما جاء رجب بدأ يصوم الاثنين والخميس أو البيض نقول له لا لا لأنه هذا ما ثبت ولم يعني ولم يثبت عن النمسلم ولا عن الصحة بل كانوا ينكرون والبعض لهم كتب ومصنفات في ما يتعلق بأحكام رجب وبيّنوا وخلصوا إلى أن رجب لا يشرع فيه أي شيء من الفضائل يعني فضائل العبادات كتقصده بالصيام تقصده بالصدقة تقصده بقراءة القرآن تقصده بالقيام مثلا قيام ليله كل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقصده بالقرآن اشتركوا في القناة